بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الثاني من مكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن نداءات النظام يعني إيه نداءات النظام دلوقت يا جماعة احنا كلنا عارفين أن أهم الأجزاء اللي بتشتغل في الحاسب حاليا وأثناء عملية التنفيذ هي إيه هي البرسز العمليات وإحنا اتفقنا قبل كده أن العمليات هي إيه برامج تحت التنفيذ يعني برامج محملة في الزاكرة مش كده نبدأ نقول مع بعض إيه بقى نقول هو أنظام التشغيل هيكلم البروسز دي إزاي هيتعامل معها إزاي معي آه إحنا نقدر نقول دلوقتي إن إحنا في صدد إن إحنا نتكلم على كيفية أيوة كيفية نداء الأوبريتنك سيستم مع البروسز وكيفية يتعامل مع البروسز مع العملية وهينادي عليها إزاي كلمة هينادي عليها إزاي ديت اللي إحنا نتكلم عنها إليها اسمها إيه بقى سيستم كولز أو نداءات النظام تمام بيقول إيه بقى بيقول إن سيستم كولز ديت أنت ممكن تعتبرها هي وجهة انترفيس ما بين مين ومين يا جماعة ما بين البروسز العملية ونظام التشغيل نشوف مع بعض يقول سيستم كولز بروفايد زا انترفيس بتوين بروسز أند إيه ها أوبريتنك سيستم يعني ممكن نعتبرها وجهة ما بين مين ما بين العملية ومين يا جماعة تاني وبين نظام التشغيل وجهة يعني إيه بقى وجهة ديت يعني معناها إن ديئات ديت صوفت وير آه طبعا صوفت وير ومالها هيكون هارد وير طبعا صوفت وير مش كده آه إزا هي برامج هي عن طريقها نقدر نتعامل مع مين ها تتعامل البروسز مع إيه مع نظام التشغيل نشوف مع مع بعض كده بيقول إيه بقول هونيفر ابروسز نيدز تو بتدو سامسنج لما البروسز تحب تعمل شيء ذات انلي زا اوبريتنك سيستم كان دو اللي الاوبريتنك سيستم الوحيدة اللي تقدر تنفذها اتبرفورم زا سيستم كول بتنادي عن نظام سيستم كول معا يا جماعة وكأنها بترفع إيديها وتقولي مين تقولي يا اوبريتنك سيستم لو سمحت أنا عندي شيء عايزك تعملهولي وانت الوحيد اللي تقدر تعملهولي جميل وايه كمان يا جماعة بيقولك مكتوبة بهاي ليفل لانجوج انترفيس هاي ليفل لانجوج زا ياي زا اليونيكس ويسي سي بلاس ها يونيكس ايه ها يكسيكيوشن يعني بتنفذ على اليونيكس ويسي سي دبل بلاس اللي ها ايه لغة السي دبل بلاس وايه والويندوز اي والاي جميل معا يا جماعة وايه كمان وبيقولك زرار سيستم كولز وفيه منادقات للنظام ها تودو بروسيس كنترول بتعمل تحكم في البروسيس ومعالجة للملفات كمان وفايل مانوبليشن وكمان يا جماعة بتعمل ايه وبتعمل ديفايس مانوبليشن يعني ايه ها ايوا يعني معالجة لايه للاجهزة وغيرها وغيرها والانفو والمنتينس وسيانة والاتصالات مش كده اذا اذا نستخرج من الكلام ده يا جماعة كله الخلاصة كونكلوجن ان ها ايوا صحي كذا ما انت قلت ان السيستم كول هي الطريقة المسلحة لي ايه اه لكي لي ايه للعملية كي تنادي عن نظام طلبة منه شيء وهي صوفت وير وتعتبر وجهة ما بين الاوبريتنك سيستم ومين والعملية مظبوط كده طيب ايه بقى البرامترز اللي ممكن الايه ها السيستم كولز او ها نقدر نناديها مش كده بحيث تكون ايه تكون ايه تمرر او تكون واجهة ما بين البروسيز وما بين الاوبريتنك سيستم معايا اه نقول مع بعض برامترز ميبي بازد اللي نقدر نمررها المعاملات اللي نقدر نمررها ما بين مين يا جماعة ما بين العملية ونظام ايه ها ونظام التشغيل بقول ممكن نمرر بعض البرامترات البرامترز اللي هي المعاملات ها مش كده فين في رجسترز اه كان بص برامترز ان رجسترز نقدر نمرر بعض البرامترز او المعاملات فين فيه وانتو عارفين طبعا الرجسترز لوحدات تخزينية مؤقتة في الحاسب وكان وممكن كمان نخزن البرامتر ديها فين في جدول انتيبل انممري جدول في الذاكرة وكمان يا جماعة ممكن نعملها ستاك ونقدر نستخدم عاملات البوش والبوب اللي انتو عارفينها في الستاك علشان ايه ها نخزن البرامتر ده اذا البرامتر اللي نقدر نقول ان هي ممكن نمررها ما بين العملية ونظام التشغيل تخزن بعدد من الطرق هو بالزبط التلات طرق اللي هما مين ممكن نخزنها في ممكن نخزنها في جدول في الذاكرة او في ستاك عن طريق عمليات مين ها البوش والبوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته